موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أحب بكم في اسم الرب يسوع وأصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك هذه الحلقة هي متابعة للحلقة التي مضت تكلمنا عن نبوات يسوع المسيح لهوت المسيح أو ألهية المسيح من العهد القديم وشفناها في العهد الجديد اليوم سنتكلم عن صفات المسيح هي صفات الله ولا أعتقد سنخلص كل هذه الصفات في هذه الحلقة لأنه موضوع لهوت المسيح مليء بصفحات الكتاب المقدس في العهدين العهد القديم والعهد الجديد تعرف أحبائي خليني في البداية أقول شيء كتير كتير مهم أنه المسيح لما كان موجود على الأرض كان يدرك كل الإدراك أنه الله في وسط الناس في معاملاته في تصريحاته في كلامه في أسلوبه في كل مكان يعمله كان واضح جدا مدرك كل الإدراك أنه هو الله المسيح لم يتردد لحظة ولم يأخذ على غرة أو ممكن أو ندم على شيء فعله أو حد سأل سؤال قال له ارجع لي بكرة حتى أشوف الجواب ولا أنه يعني كان يجربوه في كده مرة كان عالم بكل شيء كان مدرك كل شيء وكان قادر على كل شيء فالمسيح بالنسبة له كان مدرك كل الأمور اللي بتدور حواليه كان سيد كل المواقف حتى الشيء العجيب أنه وهو على الصليب كان سيد الموقف عم بيصلبو فيه ولكنه كان سيد الموقف مكتوب عن يسوع المسيح أنه نكس الرأس وأسلم الروح يعني في اللحظة ذاتها يعني مات على الصليب في الوقت المعين في التحديد المعين ما حد أجل المسيح والمسيح رده خائب جاء الأعمى فقال له يسوع ماذا تريد أن أفعل بك أو الأبرص يعني لمس يسوع أو المرأة النازفة وهكذا أحبائي كان المسيح سيد كل المواقف لم يستخدم عبارة إن شاء الله بإذن الله سأفعل أعطيني أفكر مهلي أو بيرجع كان فعلا مدرك كل الإدراك حتى اللي حواليه لما الرسل كتبوا عن يسوع المسيح أدركوا أنهم أمام الملك عارف إذا ملك يتواضع جاء للأرض هذا لا يعني أنه فقد ملكيته أنه ملك وأنه فعلا حتى لو لبس لباس الفقراء حتى لو أخلى نفسه أو ترك مجده أو افتقر حتى نستغنب فقره بس هو مدرك أنه هو ملك اختار أن يكون في هذه الوضعية لخلاص الإنسان مرة تانية بكرر أنه المسيح مش إنسان وجعلنا منه إلى هذا كفر لكن الله تجسد في توقيت معين في ملء الزمان وهذا التجسد من أجل خلاصك ومن أجل خلاصة واضح يعني لما بتقرأ الإنجيل ما عندك حل وسط يعني يعني صعب تقول أنه المسيح نبي أو رسول جاء إلى العالم فأنت تصطدم في شخصية لابد أن تعترف أنه هو رب ولابد أن تعترف أنه هو إله كثير من الناس اللي بتهاجم بتسمع كلام ولأنه في يعني بسبب الجهل أو مرات بسبب الحقد بفلته كلام بدون الإدراك وبدون الوعي وكل العلاج أنت ليه بتجازف بأبديتك بمجرد أنك تقرأ العهد الجديد بياخدك يمكن يوم يومين على بعض أنك تقرأ الكتاب المقدس ليه بتحط كل مصيرك الأبدي بدون ما تعرف شو الكتاب المقدس بيحكي عن يسوع المسيح يكفي أن أقول كما قال الكتاب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد فإذن في هذه الحلقة رح نتكلم عن بعض صفات المسيح اللي هي صفات الله ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدين رح أتكلم عن صفات المسيح هي صفات الله وهي عديدة وكثيرة جداً في الكتاب المقدس رح نشوف إيه اللي ممكن نغطيه في هذه الحلقة أول شيء أحب أتكلم عن صفة اللي معروفة الخالق الخالق هي تتكلم عن الله أنه هو الخالق في البدء خلق الله السماوات والأرض وعندما نتصفح الكتاب المقدس نكتشف أنه مسيح المسيح أيضاً هو الخالق والشيء العجيب حتى الاستخدام اللغوي في اللغة الأصلية يقول مثل اللغة العربي برشيت في البدء براء خلق من براء أو براء إلهيم هي صيغة الجمع لأله يعني اليود ميم في الآخر دائماً يعني هي الله بصيغة الجمع في البدء خلق مفرد صيغة الجمع الله السماوات والأرض فبتشوف لما بتصل العهد جديد أن المسيح كان الخالق في هذا الموضوع خلينا أبتد في العهد القديم مكتوب هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي في أشعية 44 الآية 24 في في كولوس الإصحاح الأول مكتوب فإنه فيه أي في المسيح خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الكل به وله قد خلق الذي لاحظ الكلام الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل يعني كل الخليقة السماوات والأرض متماسكة بكلمة الرب يشيل يعني يده كل الدنيا بتطلخبط تصبح فوضى في إشعية أربعين في العهد القديم مكتوب أم عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص في العهد الجديد مكتوب كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس في يحنى الإصحاح الأول ولاحظ أنه مش مجرد كلام كيف ممكن نشوفها بشكل تطبيقي في مرة التلميذ سألوا يسوع في يحنى إصحاح تسعة شخص مولود أعمى سألوه يا سيد من أخطأ هذا أم أبوه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبوه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل ما دام نهار يتكلم بصفة الله الخالق بعدين شو عمل نرجع على سفر التكوين أنه كيف الله جبل من تراب الأرض وكيف صنع وعمل آدم مكتوب تفل وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام فإذا بتشوف أن هذا المولود خلق له عينين جديدة في مش بس خلق عينين خلق جسد ألي عازر في يحنى الإصحاح 11 ألي عازر مات وكان في القبر لمدة أربعة أيام والكتاب بقول قد أنتن يعني الأنسجة واللحم والدم وكله خلاص داب وانتهى وتحلل فالمسيح لما قال ألي عازر هلما خارجا هي كانت عملية مش بس إحياء وإقامة ميت لكن كانت عملية خلق عملية خلق فخرج ألي عازر من القبر وكان عنده جسد طبعا جديد لأنه المسيح أقامه من الأموات هذه أمثلة اللي بتعبر عن يسوع المسيح أنه فعلا هو القادر أن يخلق شيء تاني المسيح صفة تانية المسيح المخلص وخلي بالك مثل ما ذكرت أنك افهم عقلية اليهود في أيام يسوع المسيح أي شيء أو أي كلمة كان بيعتبروها تجديف ولسيما في موضوع الخلاص فمثلا مكتوب في إشعية 12 الآية 2 في العهد القديم هو ظل الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن لأن ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا مرة تانية في العهد القديم في إشعية 45 الآية 22 مكتوب التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس آخر يعني بقول عن الخلاص لأني أنا الله وليس آخر مرة تانية في العهد القديم في إشعية 43 آية 11 أنا أنا الرب وليس غير مخلص لما المسيح في العهد الجديد اتعامل مع المرأة السامرية في نهاية القصة مكتوب عندما جاء السامريون وقالوا للمرأة في يحن آية 42 إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم المسيح مخلص العالم في طيتوس إصحاح 2 والآية 13 مكتوب منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح في ترجمة أخرى وظهور مجد الله ومخلصنا العظيم الله وظهور مجد الله العظيم والمخلص الله يسوع المسيح هذا بشكل واضح في العهد الجديد حتى لما الملاك يعني ظهر للقديسة المطوبة مريم العذراء قال لها تدعو اسمه يسوع أو تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذه الكلمة كمان كانت ليوسف وعندما ظهر الملاك للرعاة قال ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فيقيل كل من يدعو باسم الرب ينجو في بطرس اقتبس الآية كل من يدعو لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص ونفس الشيء كمان بولس اقتبسها في رسالته إله الرمية الإصحاح العاشر يعني كلمة المخلص التي تطلق على الله أطلقت على يسوع المسيح لأنه مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص شيء ثالث المسيح هو مقيم الموتة أوكي يمكن بتقول لي إلي وقليشع صلوا لالله بمعز حتى يقيم الميت لكن شوف الفرق مكتوب في العهد القديم سموئيل الأول إصحاح الثنين والآية ستة الرب يميت ويحي يهبط إلى الهاوية ويصعد يعني الهاوية هون القبر ويصعد في العهد الجديد لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء في يحنى خمسة آية واحد وعشرين وطبعا الآية المعروفة قال يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس الذي قال وقال الله ليكن نور فهو فهو الذي يحي وهو الذي يخلق وهو الذي يقيم الموت أقام ألي عازر أقام ابنة رئيس المجمع يايروس كان عمر 12 سنة وأقام ابن أرملة تقنئين شاب أقامه من الموت للشاب قال له لك أقول قم على طول يا ابن قومي ألي عازر ألي عازر هلما خارجا يعني ما كانش في ترجي وطلب لأنه كان يدرك أنه القادر حتى قالوا ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت كان إيمانهم محدود أنه يسوع بيشفي المرض ولكن لكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض قال لألي عازر ألي عازر هلما خارجا قم من القبر وأقام ألي عازر بعد أنت أربعة أيام فهو مقيم الموتى شيء آخر صفة كتير كتير مهمة الديان وهاي بتشوفها في كتير آيات في الكتاب المقدس يعني حتى إبراهيم لما بيعمل تشفع مع الله من أجل لوطه عائلته بقول له أديان كل الأرض ألا يصنع عدلا وبتشوف هاي الآيات بالمزمير وبسفر التثنية وبسفر الأمثال وبالأنبياء يعني عن الله الديان في العهد القديم مكتوب تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهو شفاة يهو شفاة من يهو شفاة يعني الله يحكم أو يقضي وهو وادي القضاء لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية في يؤيل صحح 3 والآية 12 في يحن 5 مكتوب أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان لأنه ابن الإنسان مرة تانية في العهد الجديد مكتوب ومتى جاء ابن الإنسان في مجده يعني في مجيء ثانية وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده وفعلا بيتكلم في متى 25 عن الجداء والخراف ويميز يقول للمؤمنين تعالوا رث الملكوت يا مباركي أبي وطبعا يقول دينوني على الملعين اللي رفضوا أنه يساعدوا إخوتي هؤلاء الأصغر فالمسيح واضح من خلال العهد الجديد أنه الديان في سفر رؤية مكتوب وعيناه كلهيب نار للقضاء مرة تانية في العهد الجديد لأنه أقام يوما هو مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات فإذن رح يدين المسكون بالعدل ومشان هيك أحبائي ما تضوع الفرصة لأن الكتاب يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله أحبائي لأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة وآيات كثيرة من هو الديان من الرح يرجع ثانية مكتوبة عند ظهور ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته هو الرب يسوع المسيح أنا أدعوك الآن أنك تواجه يسوع كمخلص والفادي إذا رفضت يوما ما رح تواجه يسوع المسيح كالديان فهذه الفرصة مفتوحة لك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائي مشاهدينا اليوم حديثنا عن صفات المسيح هي صفات الله ورح أتكلم عن الصفة الخامسة اللي هي النور وهذا مهم جداً لازم تدرك كيف اليهود اليهود يؤمنوا أنه المسيح هو الذي يوحد الأصباط وهو الذي يبني الهيكل وواحدة من مواصفات المسيح أنه يفتح العيون لأنها دلالة على الخلاص لأنه يعني العمق الروحي هو الظلمة يعني مثل ما قال الرب يسوع الحي لشاول الترصوصة قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله فإذا واضح ظلمات نور سلطان الشيطان إلى الله فكان يؤمن المسيح هو الوحيد اللي بيتخصص في فتح العيون وعندما سأل يحنى المعمدان عندما كان في السجن أأنت هو يعني المقصود أنت المسيح قال يسوع اذهبا واخبرا يحنى أول جملة العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي ليحنى أن المسيح هو المسيح لكن لاحظ أول شيء عمله الله في سفر التكوين إصحاح الأول والآية ثلاثة فيهي أور ليكن نور فكان نور أول جملة اللي شكك فيها الشيطان بالتكوين ثلاثة واحد أحقا قال الله فالله عندما قال ليكن نور فكان نور يعني تكلم وصار في نور وهذا مهم جدا أحب أن ندرك أنه هو اللي بيتكلم الكلمة وبسيرة نور خلينا أعطي آية من العهد القديم مكتوب في لا تكون في أشعية ستين لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا بل الرب خلي بالك الرب داما يهوى يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك زينتك لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك في العهد الجديد ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة خلي بالك مثل ما ذكرت في البداية المسيح مدرك مش عم بقول يا جماعة يا جماعة صدقوني أنا أجيت من عند الله صدقوني أنه أنا النور عم بيتكلم بشكل واضح طبيعي أنا هو نور العالم ولا بحاول يفهم ولا بحاول يقنع كان عنده قناعة داخلية بالفطرة داخلية مقتنع كل أنه هو النور وإن لم يكن هو النور فهذا تجديف على الله وخلي بالك المستمعين ليسوع المسيح كانوا من اليهود فإذن إخوتي وأخواتي يعني بيتكلم الناس مفصلين ومفصفصين كلمة الله وعارفين كل حرف وكل نقطة وفهمين شو اللي بيقصدوا يسوع المسيح كمان آية في رؤية 21 اللي هي رد على الشعية اللي قرأناها الشعية 60 والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها يعني إحنا قرأنا في الشعية 60 لأن الرب يكون لك نورا أبديا هنا مكتوب لأن مجد الله قد أنارها والخروف اللي هو يسوع المسيح سيراجها فإذا واضح أحبائي الكتاب مش بيتصروق ولا مجرد بزد آيات ولا كلمات ولا أمور كان يسوع بيتكلم يعني الأغلبية الصاحقة 99% من اللي كانوا ماشيين معاك كلهم يهود ومتعصبين ودارسين وفاهمين العهد القديم هاي واحدة من الأمور المهمة اللي بتعبر عن يعني فعلا لهوت المسيح أنه هو النور الحقيقي نور الأمم اللي تنبأ عنه إشعية إصحاح 42 آية 6 وإشعية 49 كمان آية 6 واضح جدا في العهدين يسوع هو النور في العهد القديم الرب هو النور مزمور 27 الرب نوري يهو نوري وخلاصي وهاي الكلمات المخلص والنور قيلت على يسوع المسيح شيء آخر المسيح مقيم الموت الرب الرب يميت ويحي يهبط إلى الهاوية ويصعد في العهد الجديد لأنه كما أن الآب يقيم ويحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء أنا هو القيام والحياة وهاي حكناها أحبائي فإذن نقطة مهمة جدا أنه ندركها أنه يعني هو اللي بيحيي والنور لأنه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس فالمسيح هو نور العالم وفيه أيضا الحياة ولا يكون ليل هناك ولا يحتجون إلى سراج أو نور الشمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين في رؤية 22 خمسة بتكمل عن يسوع المسيح النور شيء سادس وهاي مهمة كتير كتير مهمة جدا صفة كتير كتير مهمة الكائن الكائن طبعا العهد الجديد مليان مليان آيات التي بتتكلم فيها يسوع أنا هو لك خلينا أرجع للعهد القديم في الأول في سفر الخروج زحاح ثلاثة مكتوب فقال الله لموسى لأنه سأله عن اسمه فقال الله لموسى أهي الذي أهي أشير إهيه يعني أهي الذي أهيه وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم هذا الاسم اللي الله أعلن عن ذاته لشعب إسرائيل طبعا يعني الله أعلن أعلن أسماء كتير مثلا في الأول في الخليقة فقال إلهيم أو إيل يعني مرات حسب الكلمة في خروج ستة الله عرف إسرائيل أو بني إسرائيل بهذا الاسم يهوى لأنه لما كان يتعامل مع إبراهيم وإسحاق والأباء كان يتعامل معهم كالإله أو الإله القدير إيل شاداي بس مع شعب إسرائيل وهي يعني يهوى في العهد القديم يعني سواء في التوراة بأصفار موسى أو في الكتابات في الأنبياء بصراحة آلاف مش متذكر للعدد بس آلاف المرات اللي هي كلمة يهوى وطبعا استبدلوا كلمة يهوى لأنه اليهودي بخاف يلفز كلمة يهوى احترام وتقديس لإسم الله وأنا بتعجب على شعبنا في الشرق الأوسط اللي كل كلمة والله وبيحلف وبقيم وبحط باستخدم اسم الله في البيع والشرى والكذب والخداع ويعني بكله يعني حتى كان اليهودي يخاف يرتعب أمام هذا الاسم كان يستخدم بعزرات هشيم بمساعدة الاسم مرة تانية لأنه كانوا بيتكلموا اللغة الأرمية ما كانوا يذكروا الاسم فكانوا يقولوا كلمة يعني اللي بتعبر عن الله الكائن أو يهوة أو يعني الرب السيد أدوناي يعني استعمالات بس يهوة هي أكتر كلمة مستخدمة في العهد القديم وإذا صار معنا في حلقة في المستقبل رح أتكلم عن كمان يهوة هو يسوع يعني بحسب كلمات قالها يهوة في العهد القديم قالها يسوع في العهد الجديد بس هذا موضوع تاني بس أنا اليوم عاوز بس في البداية أركز أنه كلمة الكائن هذا إعلان يهوة ما بعرف سبيسيفيك تايم وقت محدد كان لشعب إسرائيل في العهد القديم أنا ما بدا تجرأ بالتفسير بس أنه الله أعلن عن ذاته بأسماء كتير الإله القدير إلهيم إيل إلشاداي وطبعا فيه مسميات إيل شلوم الرب برنا الرب سلامنا الرب شافينا يهوة شافي يعني مسميات كتيرة بس أكتر اسم استخدم هو يهوة أهيا الذي أهيا أهيا أشيره يعني الكائن هذا هو التفسير بتاعها والمفهوم بتاعها كمان في العهد الجديد لليهود ومفهوم ليسوع المسيح الكائن فأهيا الذي أهيا في العهد الجديد اسمع ما قال يسوع قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن على طول أخذ حجاره مرة تاني بقول له وأنت إنسان تجعل لسنا نرجمك لأجل عمل حسن لأن المسيح الأعمال اللي بعملها بتبرهن فنعترفه قالوا لسنا نرجمك من أجل عمل حسن بل وأنت إنسانا تجعل نفسك إله ما قالش جماعة سمحوني أو عزروني يمكن أنتم أخذتوش بالك خلي بالك في الكتاب بولوس وبرنابة حاولوا يسجدوا قال لا 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 أسجدوا للرب الرب يسوع أكد على وحدانية للرب إلهك تسجد مرة تانية بطرس قال له أسجد لله الملاك في رؤية يحن حاول يسجد قال له أسجد لله يعني هذا موضوع كتير كتير مهم وحساس لليهود أنا ما تكلمش على شعبنا للأسف في الشرق الأوسط اسم الله يعني مي وماشي لا 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 يعني بقول لا تنطق باسم الرب إلهي كباطل واللي بينطق يعني سواء حلفت ولا كذبت ولا ذكرت اسم الله لا يبرأ إبراء يعني كان بالنسبة للشعب القديم كأنه بتحل عليك اللعنة لما بتستخدم اسم الله الله قدوس الله قدوس الله إله غيور صدقوني حبيبي فمن فضلك سواء آمنت بالمسيح بس قوعك انت به قوعك تذكر اسم الله باطلا هو مش ابن عمك ولا نبي جعلته إله ولا أي لا 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 انت به الله اسم الله مقدس فإذن قال له أهيا الذي أهيا قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن طبعا يتكلم بتجديف هاي كان ردة فعل اليهود أجبوه لما كان في بستان جتسماني سألوا عن يسوع أجبوه يسوع قال يسوع من تطلبون أجبوه يسوع الناصري قال لهم أنا هو واو ايجو ايمي وهاي بتشوفها الكلمة استخدامات واستعملاتها في اللغة اليونانية أنا هو دلالة للهود حينئذ تفهمون إني أنا هو أدركوا مش بخمنوا لا يمكن ما انتبهش للكلمة ولا عفوا طلعت لا 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 من تطلبون أنا هو وعندما قال أنا هو يعني كان يهوذة اللي سلم وواقف معهم فلما قال لهم إني أنا هو راجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فإذن أنا هو بتشوفها مرارا وتكرارا مكررة على هوية يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الراعي الصالح أنا هو الباب أنا هو الكرمة أنا هو القيامة والحياة أنا هو نور العالم أنا هو خبز الحياة وكل هاي كلمات تطلق على الله على فكرة في العهد القديم قالها يسوع أنا هو فحاولوا يرجموا لأنه قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ما غلطش ولا الترجمة فيها غلط ما قالش أنا كنت أو إن شاء الله رح أكون كأنه فيه progressive revelation كأنه إعلان رح يعني يتطور يسوع إلى درجة إله كما ادعى بعض البدع الغنوصي قديما في هذا الموضوع بتهيألي واضح بالنسبة للكائن نمرة سبعة واحدة من الكلمات التي تذكرتها الراعي الراعي تطلق على الله في العهد القديم في العهد الجدي في العهد القديم مكتوب يهوة رعية فلا يعوزني شيء كمان آية في حسقيال 34 أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد يهوة وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبد داوت تبدأوا الدمات دمات نحن نتكلم على زمن حسقيال وزمن حسقيال كان في أيام السبي في أيام السبي البابلي كان كاهن وكان نبي وكان موجود في العراق في أرض بابل يعني أوكي وكان بيتنبأ طب ما داوت مات يعني من زمان لكن هذا اللقب اللي يطلق على داوت أو ابن داوت مثل ما قال يسوع أنا أصل وذرية داوت وكما اليهود برددوا هذه العبارة يا ابن داوت ارحمنا يا ابن داوت يا ابن داوت فهذه العبارة التي تكرر في العهل الجديد مكتوب يرعاها عبد داوت هو يرعاها وهو يكون لها راعيا وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داوت رئيسا في وسطهم أنا الرب تكلمت في العهد الجديد قال يسوع أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف شفت أحبائي كانش عنده شك كان عنده يقين كان مدرك كل الإدراك إنه فعلا الرب الراعي شيء آخر نمرة تمانية وهاي كتير كتير مهم اللي هي مجد الله واو تحكي عن مجد الله في العهد القديم كان يعني على جبل سينة لما مجد الرب كان رعب خوف بسبب حضور الله يا على الناس اللي بتذكر اسم الرب وما بيخافوا من حضور الله في العهد القديم واضح أنا الرب يهوى أنا يهوى هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات يعني الناس اللي بتصنع تمثيل وبتصنع منحوتات الرب لا يعطي مجده لأي شيء آخر كابيش مفهوم أحبائي فإذن الأمر واضح يعني بقول أنا الرب هذا اسمي مجدي خلاص لا أعطيه لآخر كمان آية في العهد القديم من أجل نفسي من أجل نفسي أفعل لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر عارفين أبتأمل أنه ما بتعبكو يعني في اللغة لا هاي كانت دراستي في اللغة العبرية فيه كلمتين اللي هي بتوضح عن حضور الله أو مجد الله الكلمة دايماً اللي مستخدم الأكتر استخداماً ولسيما خيمة الاجتماع في العهد القديم اللي هي مجد الله وعمود السحاب وعمود النار إلى آخره حضور الله شيخنايا أوكي شيخنايا في اللغة العبرية اللي بتكلم عن مجد حضور الله الدائم المتواصل المستمر الذي لا يتقهقر لا يترع حضور قوي يعني حضور الله جلال الله ذاته الكلمة الثانية اللي هي كفود الكفود تعني مجد أوكي بس بتعني كمان كرامي زي ما قال في سموئيل يعني أكرم الذين يكرمونني هون بيتكلم زال المجد من إسرائيل لأنا تبوت الرب أخذ يعني فسمت في سموئيل يعني أربعة اتنين وعشرين بتهيألي زال المجد يعني إيه خفود وين وين رحل المجد فبيستخدم حضور الله شكناية والكلمة الثانية الكرامة إن كنت أبن فأين كرامتي نشكر الله العربي بتوضح أكتر لأنه قريبة من اللغة العبرية أو اللغة الأرامية فبيتكلم عن المجد في إشعية 42 آية 8 مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات وفي هاي الآية بقول وكرامتي لا أعطيها لآخر موضوع نفسي الرب يعطينا في المستقبل نتكلم بس عن مجد الله عن هاي الكلمة لأنه أميزن خليني أروح للعهد الجديد تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال اسمع أيها الآب قد أتت الساعة يعني هو عم بكمل مخطط الله للصليب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا في أوضح من هيك والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك نحن نقول لما بقوله زي يسوع بن الله المسيح بن الله يعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية معلنة كائنة كامنة في شخص المسيح المبارك والآن مجد أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم واو يحنة 17 يا جماعة هذا كلام ولا أحبائي المسيحيين اللي غير مدرك هذه الحقائق من فضلك بترجاك ببوس رجليك ارجع لكلمة الله في الكتاب المقدس أحباء المسلمين ببوس رجليك ما تهاجم لأنك بتهاجم الله صدقني ارجع اقرأ طب ليه بدكش تقرأ الكتاب المقدس يا أمم يا دول العربي افتحوا أنا بتكلم عن الدول كتير دول فاتحين أنه الناس تقرأ الكتاب المقدس ما تمنعه مع أنه اليوم الناس بتقرأ يعني فيك تفوت على السايت وتقرأ يعني وترجمات اللي بدك إياها موجودة فإذن هذا المجد أحبائي واضح جدا بقول له مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم خلي بالك هذا المجد بيتكلم عنه في كما رح نتكلم عن الإخلاء أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس يعني أخذ يعني تخلى عن بعض هذا المجد اللي كان عنده فبقول له مجدني فهو مدرك أن هذا المجد هو من حقوقه مش خلصة مش سرقة مش أي كلام هذا من حقه من شرعيته فبقول له مجدني بالمجد الذي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم في آية قوية جدا 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 ومين في رسالة يعقوب الرسول يعقوب كان بسموه النموسي يعني يهودي أكتر من بولوس الرسول أكتر من هيك وشخص عملي يعني رسالته كتير كتير عملية يريد تقرأ رسالة يعقوب شو بقول يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح خلي بالك مجدي لا أعطي لآخر في الشعية قلنا ولا تسبيح للمنحدات بقول لا يكن لكم إيمان ربنا كلمة رب هي بتعود على الله يسوع المسيح رب المجد رب المجد وحدة من أقوى الآيات في العهد الجديد يهو بقول مجدي لا أعطي لآخر وهنا الرسول يعقوب بقول عن يسوع رب المجد وفوت على تفسيرات كلمة رب المجد وشوف هوية وشخصية الرب يسوع لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة وكتفي بهذه الآية مع إنه مليان إذا تروح لسفر الرؤية أيضا واحدة كمان من الصفات الكثير كثير مهمة الأول والآخر وأي واحد في الدنيا يهود مسيح أول وآخر هاي تطلق بس على الله بس على الله مثلا في العهد القديم من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو بعدين بقول هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود لما نيجي عند الفادي يهوى الفادي كمان واحدة من المسميات ليسوع المسيح رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر مين بيتكلم هون رب الجنود ولا إله غيره في العهد الجديد فلما رأيتهم يحن بيتكلم عن هذا الاختبار فلما رأيته شاف يعني المسيح الممجد الحي سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمن علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر يسوع عم بيحكي مع يحن أحبائي يسوع اللي بيتكلم أنا هو الأول والآخر والحي عشان لأنه بعض شهور بيقول لك لا هاي مش يسوع عشان ما تتشربكش تطلخ باتش بدي عيد الآية كمان مرة فلما رأيته شاف المسيح الممجد سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمن علي قائلا لا تخف أنا هو الأول والآخر عشان ما تطلخ باتش والحي وكنت ميتا وهان حي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهاوية والموت كلمات تطلق على الله يا أحبائي عم بقوله أنا هو الأول والآخر عشان ما تطلخ باتش في الهوية الحي وكنت ميتا بيتكلم عن موت المسيح وهان حي قام من الأموات حي إلى أبد الآبدين وبكفاءة صار لأنه أكمل عمل الفداء هو اللي عنده السلطان معه مفاتيح الهاوية والموت كمون تعمل ليش يسوع نبي عظيم ولا حسب كلامك بليز انفضلك مرة تاني واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا في آسيا الصغرى في تركيا اليوم هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش رؤية 2-8 في آية 12 وها أنا آتي سريعا يسوع بيتكلم وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي احنا قلنا الديان وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله في آية 13 أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر رؤية 22 في آخر آيات عم بقول أنا الألف والياء يعني في اليوناني ألفا أوميغا هاي الأحرف في العرب عنا الألف أول حرف والياء أخر حرف مزبوط البداية والنهاية الأول والآخر هذه الكلمات قيلت عن الله في العهد القديم نمرة عشرة الفادي طبعا الفادي في العهدين العهد القديم والعهد الجديد أنا ممكن بسرعة بقول والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك هنا الرب يتكلم دعوتك باسمك أنت لي لم تشتري لي بفضة قصبا وبشحم ذبائحك لم تروني لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك يعني على العكس الناس كانت تتعب الله بالخطايا رغم أن هو الفادي بعدين في العهد القديم في هوشع 13 من يد من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية هذه الكلمات قيلت في العهد القديم في العهد الجديد وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريت بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة مرة تانية هذه رؤية خمسة تسعة في كورنتس الأولى الصحاح الأول مكتوب ومنه أنتم بالمسيح يسوع يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء طبعا في صفة تقال على الله في العهد القديم العريس وهكذا أيضا في العهد الجديد صفة أخرى الصخرة 12 الصخرة الرب صخرة وحصن منقذ إله صخرة به أحتمي ترس وقرن خلاص وملجأ لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا في العهد الجديد جميعهم شاربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح واو في العهد القديم تعبده الملائكة وفي العهد وفي العهد الجديد أيضا في العهد القديم كل الأصفار ترفع الصلاة إلى الله في العهد الجديد طبعا ترفع الصلاة باسم يسوع المسيح الذي قال ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله إلي تمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله في العهد القديم يتكلم عن خالق الملائكة في العهد الجديد أيضا يتكلم عن خالق الملائكة لكن دعني في الختام أقول واحد أو اثنين كمان في العهد القديم الرب هو غافر الخطية مكتوب ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبهم وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأن أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد أرمية إصحاح 31 آية 34 في العهد القديم أنا أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطياك لا أذكرها بكمل بقول في ميخا إصحاح سبعة من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة في العهد الجديد قالوا عن يسوع لماذا يتكلم هذا هكذا بالتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده وقال يسوع ولكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال المفلوج لك أقول قم احمل سريرك وامشي في لوقة سبعة المرأة الخاطئة مكتوب من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا تعرف حبائي اللي عاوز أقوله في هذا الموضوع لما الرب يسوع العالم بكل شيء عرف أفكار قلوبهم هن في قلبهم قالوا أنه لماذا يتكلم هكذا بتجديف بعدين قالهم أيما أيصر حتى على الصليب عندما قال اللص التائب أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطاياه أعطاه حياة أبدية أعطاه ضمان الحياة الأبدية وباللحظة اللي مات فيها رح يكون مع يسوع المسيح شو بدك أجمل من هيك خليني ممكن أقول كمان كتير طيب خليني أختم بهذه أختم بهذا الشيء الاعتراف به ربا اسمع في العهد القديم الشعية 45 آية 23 شو بقول بذات أقسمت خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع إنه لي تجذ كل ركبة يحلف كل لسان في العهد الجديد مكتوب ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله هو رب هو رب السبت رب المجد رب الأرباب تعرف يحن لما أعد الطريق أعد الطريق قدام الرب في العهد الجديد منشوف أن هذا الصوت الصارخ أعد طريق الرب الشعية 40 تمت في الرب يسوع المسيح وبتشوف في كل الأنجيل هاي هيك جولة سريعة أحبائي صفات المسيح هي صفات الله لكن عندما تسمع وتقرأ بتشوف فيه تناغم فيه تسلسل الكتاب المقدس من أول آية حتى آخر آية كل الغرض هو الفداء كل الهدف كل الموضوع هو يسوع فأنت شو دورك في هاي اللحظات هل تقبل يسوع المسيح وتنال الحياة الأبدية أم ترفضه لأنك بتدافع عن عقائد وبتدافع عن وطنيتك وبتدافع عن أفكار تعلمتها وتورتها وبتورت حالك في أبدية في النار الفرصة مفتوحة تعال إلى يسوع مفتوحة